ففي عندك انتسار يا برج السرطان لاني شايف في منكم اللي الوضع كان عندهم مكركب يعني من زمان على طول الوضع مكركب حتى انهم ملوا وما بد يعني كأنه الامل باقى مو مستنيين شي بيقولوا نفس الشي راح يتكافف بس يعني انت بتستحق يعني لانه في انتسار جاي لك في الطريق يا برج السرطان وعلى طول يعني كأن اكيد في شغلات بتصير مع الناس وخيبات امل متل شي على طول عم يعمل علاقة بس عم بيصير نفس الشي شخص هذا متلا عم بيخونهم او ما عم يزبط الموضوع فمتل ما الامور بتصير فترة بتكون سيئة اكيد راح تطلع الشمس يا برج السرطان وان شاء الله تكون شمسك لفترة هذي اللي اني شايف في عندك انتسار يا برج السرطان بس انتبهلي شوي على عاداتك والشغلات اللي بتعملتك وطريقة التفكير فيما يخص الصحة يا برج السرطان اما ما هو عاقفي صراحة في عندي طاقات كتيرة وانا سحبت اوراق كتيرة فرح حاول يكون شاملة الشي اللي راح ينتبق عليكم خلولي اني عم شوف طاقات كتيرة في شغلات ما راح اتطرق الى لانه راح ياخد مني الموضوع وقت فرح نبلش يا برج السرطان شايفاك يا برج السرطان زعلان واخد جنب وعندك ورقتين للشغلة هذي وكأنك قاعد مع حالك لانك تعبت من الوضع كأني شايفاك خرجت من علاقة وطلعت يعني كأنك خرجت من علاقة وطلعت ولكن انت طلعت زعلان او ممكن يكون الشي شخص يعني تركك او طلع من العلاقة ولكني حاس اكتر انه انت اللي طلعت من العلاقة هذي فانا شايفاك مختفي او قافل كل الطرق تواصل كأنك عاطي ظهرك يعني قافل كل شغلات التواصل مع الطرف هذي كأنك عاطي ظهرك لكل الشغلات وكأنك ما شايفه واخد موقف لاني شايفاك تحملت كثير من الشخص هذي وشايفك مبتعد ولكن حقيقة بعدك بتراقب نفس الشغلة بعدك بتراقب الشخص هذي كأنك عم تخبي مشاعرك لاني شايفا انك انت بعدك بتحب الشخص هذي يعني في من كون لي واكتر اللي بيحبوا الشخص هذي كثير وبعدك بتراقبوا كأنك بخبي مشاعرك أو خايف الشخص هذي يعرف انك بعدك بتحبه وبتراقبه لانه الشخص هذي كان شي مهم بحياتك لاني شايفا فيه شي صار بيناتكم يعني شي صدمة تعرضت له شي شغلة شي مشاكل صارت بيناتكم سواء كانت خيانة أو انفصال يعني سواء انه متزوجين أو متطلقين أو اللي كانوا مع بعضون ولكن الغريب انه شايف الشخص هذي متمسك بيك حقيقة هو شايفك الشخص المناسب لي كأنك الانسان اللي بتخليه حاسس بالفرح والتوازن يعني احتمال الشخص هذي ما كانش بيعاملك يعني متل ما انت تستحق أو كان مندفع لاني شايفاه مندفع يعني في التفسير الشخص هذي شايفاه يعني مندفع كتير كأنه الانسان بيعمل شغلات وما بيفكر في العواقب ولكني شايف الشخص هذي حقيقة مستعد الشخص هذي مستعد يعمل شغلات أو يدخل المعركة مشان يرجعك ولكني شايفاه بيفكر كتير في الشغلات اللي صارت الشخص هذي بيفكر كتير في الشغلات اللي صارت ووصلتكم لحالة انفصال سواء كنتم مرتبطين أو منفصلين أو متزوجين أو سواء تركك وإداك ظهره أو كان يعني مهتم بحياته أو راح تزوج أو التبط مع حدا أو ما كان مقدر وجودك ولكني شايف الشخص هذي يعني كأنه مرتاح بناجح فممكن يكون هو اللي انفصل عليك ولكني شايفاه بيفكر فيك يعني صراحة احتمال يكون بيفكر بس في الشغلات اللي صارت أو انفصال أو في تواصل روحي بيناتكم فاحتمال يكون شي طرف ثالث فات على العلاقة لاني شايفان يعني متمسك يعني بشغلتين ممكن تكون عمل وانت ممكن يكون شخص تاني مثل ما انتم شايفين ممكن يكون شخص تاني كذلك متمسك فيه ومش عارف ياخد قرار بيناتكم او متزوج وانت يعني ومش عارف يعني مين يختار فيكم او بيفكر يتزوجك بالاضافة للشخص اللي هو معه طراحة طالع للشخص هذا عم بيدور على طرق لا يتواصل معاك طرق جريدة يعني فستفت كثير الشغلات هذه الشخص هذا بيدور على شي طرق عشان يتواصل معاك هو يعني لا يريد ان يأتيك هكذا ويقول لك لا هو بده كأنه ما بده يعتدر يعني بده يجي هيك وتحكو مع بعض كون لا لا يقدم اعتدار ولا يفسر ولا يرجع للشغلات اللي صارت بيناتكم فكأنه عم بيدور على طرق جريدة اللي يتواصل معاك لاني شايفة فيه من كون اللي بيعمل جذب حقيقة فيه تواصل روحي عندي عالي وانا حسك يا برج السرطان كأنه منكم اللي حاسس انه فيه منكم اللي بيقول انه الشي اللي صار معه يعني بسبب سحر فيه اللي بفكروا هيك بسبب سحر اعمال او شايف انه اللي صار يعني بسبب شي شي حضام يعمل شغلات من وراكم يعني ممكن يكون فيه طرف يعني فيه من كون اللي بيعمل اعمال للشخص هيدا حقيقة فيه اعمال وفيه من كون اللي شايف انه الشي اللي صار معه بسبب شخص عم يعمل له سحر اعمال برد النظر شو عملك الشخص هيدا سواء كان تركك او طلقك او لقيته معه حدا تاني او قلب عليك اختفى ففيه من كون اللي بيعمل جذب وفيه اللي بيعمل اعمال للحبيب فالشخص هيدا حقيقة هو شايفك شايفك شخص حنون ومتكامل وطيب هو بده يتواصل معك لانه شايف انك الحب يعني واضح انه الشخص هيدا عرف قيمتك ولكني انا شايفاك قافل على الشخص هيدا قافل علي وعاطي ظهرك وعمل حالك مش فارقة معك كأنك يعني كأنك اختفيت عن الانظار يعني احتمال تكون تستنى الشخص هيدا ياخد قرار بشي موضوع او يتقدم بخطوة عملية مش بالكلام فقط او حتى يختار بينك وبين حدا وبينك وبين شي شغلة لاني شايف الشخص هيدا يعني بيفكه شو بيفكه بيفكه في زواج طالع علي ورقة الزواج الشخص هيدا يعني كأنه بده يرجعلك بده يتزوجك كذلك عم شوف في بيناتكم اختلافات فجايز انتو بعيدين عن بعض كل واحد بلد او كل واحد في محافظة لاني شايفة فيه مسافة بيناتكم كذلك في اللي كان بعلاقة طويلة مع الشخص هيدا مش قادر ينسى الزكريات احتمال يكون الشخص هيدا من جنسية غير جنسيتك او تختلفون في عادات يعني والتقاليد حقيقة يعني بصراحة يا برج السرطان في منكم اللي حاسس حاله وحيد من الوضع يعني افل على كل شي وخلاص دار ظهره كأنه فقد الامل يعني انا بشوف انه يعني بعضه بيحب الشخص هيدا بس عم شوف حالته يعني حاسس بالوحدة فممكن يكون الشخص هيدا يعني متزوج يعني انه طالع عليه الورقة هيدا كتير او تزوج ولكني شايفها بعضه متمسك فيك يعني ومتمسك يعني اذا كان حدا ثاني يعني متمسك الطرف الثاني فممكن يكون مش قادر يعني ممكن يكون يعني مش قادر يختار بيناتكن او بفكر بالزواج منك يعني في وجود الطرف الثالث لاني شايفك تعرضت لخيبة امل كبيرة خلتك تبعد وتتغير وكأني شايفك مخبي يعني مخبي مختفي ومخبي حزنك جواتك كأنك حدا وحيد كأنك بغرفة وما حدا قادر يساعدك يعني انا حاسة انه الشخص هيدا يعني محتاج مساعدة ودعم كأنك عم تسأل حالك ليش صار معي انا هاد الشي ليش حضي هيك ليش كل ما بلش الشغلة هادي يعني يعني بيصير هيك ليش ما في حض وليش ما في حدا ساعدني والشخص هيدا شايفه كأنه عارف انه سبب لك حزن حقيقة حقيقة شايفها يعني عم شوف في حسرة بقلبك كأنها يعني مخلية مكان لليأس شايف الماضي مؤثر عليك او الظروف اللي حواليك حاسك يعني حابب تغتاح كأنك رايد تروح على مكان تكون فيه لحالك لترتاح يا برج السرطان وتستشفي وتضم حالك بحالك لانه هادا هو الشي الصح انت لازم تعمل استشفاء لمنكن اللي في الوضع هيدا لازم اول شي تعمل استشفاء لحالك وتحب حالك فاحب بشرك انه فيه تغيرات جاية في طريقك يا يا برج السرطان فشو بيقلك تعرف الوضع هيدا انه المساعدة حواليك وافضل شي تعمله انك تتقرب من الله وتدعي وتعمل يعني تدعي يعني من قلبك جواتك وتفكر تفكير ايجابي برد النظر عن الشغلات اللي صارت لانه في النهاية الحزن ما رح ما رح يزيدنا غير مشاكل مراض وقلاق يعني ما رح يخليك تشوف الشغلات والفرص اللي عم تمر من جنبك فاحب بقلك انه فيه تغيرات جاية بحياتك يا برج السرطان لانه طالعالك ورقة الشمس طالعالك ورقة الشمس فيه احدات وشغلات ايجابية جاية بطريقة وهي علامة على فرحة لانه جاية لك ورا ورقة الشمس ورقة الحب رح وريها لك يا برج السرطان انا سحبت أوراق حتى فسروا اكتر طالعالك ورقة الحب يا برج السرطان ورا ورقة الشمس فيه يعني شغلات حلوة جاية بطريقك وفرحة فالشمس رح تطلع ورح تضيء رح تضوي طريقا يعني اما ستصبح العلاقة هذه اكتر انفتاحا او انها ستنتهي للسماح لعلاقة افضل للحصول عليها لانه الشمس هي تشير الى اشياء ايجابية احتفال ممكن خطوبة عمل يليق مقامك زفاف وفي شي يعني في باب في باحث رح ينفتح لك يعني الامور اجت مرتبة مو معقول تكون صدفة يبورش السرطان في باب رح ينفتح لك وهو يجا فوق الشمس في باب رح ينفتح لك ففي بداية جديدة او رح تلتقي يعني مع شخص قريبا شخص جديد وهذا الشخص سوف يوفر لك شعورا بالامان والاستقرار خليني خليني شوف دقتك يا برج السرطان حقيقة رح حط الاوراق عشان تشوفوها رح وريها للكون بالشيفة كأنه عم تفكر فيه عم تفكر بالناس من الماضي الناس كنت بتحبهم ممكن تكون العيلة لاني هذي قراءة عامة ممكن تكون العيلة او شخص انت حبيته يعني كأني حاسة انه الشخص هيدا متزوج او انتو بعلاقة ثلاثية لاني يعني حاسة انه الشخص هيدا يعني كأنه غير متزوج طاقة الاتية لاني شايفك غير راضي غير راضي برج السرطان تماما على الشي اللي صار يمكن لانه كانت عندك امنية ضاعت لاني شايفك كأنك عم تفكر بموضوع يا برج السرطان يا برج السرطان يا برج السرطان كأنك بمفترق الطرق او او عم تفكر بحدا بعيد عليك اكتشفت سواء انه متزوج او على علاقة بشخص تاني لاني عم شوف في مسافة يعني بيناتكن احتمال كل واحد يكون في بلد او محافظة يعني المهم في مسافة او الشخص هذا بعيد عليك وطلع من حياتك ولكني شايفة بعد في تواصل فكأني حاسة انه انتو سلميت طالع لكم ورقة مرتين يا برج السرطان برج حنون شايفك رح تاخد موقف وهذا هو الشي الصح وهذا هو الشي الصح وفي عندك بداية جديدة في بداية جديدة جاية بطريقك فممكن مع شخص جديد يعني او شخص من الماضي يعني بعيدته عن بعض يعني هيك ولسه في ذكري شايفة كأنك يعني عم عم الطالب يعني بعدالة او بحكم عم تستنى شي قرار فشايفك انا يعني مرتبط بالماضي وبعدك قاعد قابع فيه يعني كأنه لسه ما طلعت من الماضي بشكل نهائي كأني عم شوف في حالة حالة من الافتقاد يا برش السرطان يا برش السرطان شايفك بيتراقب الشخص هيدا وشايف انه الفرح كذلك في من كون اللي عم شوفوا تجاوز الوضع هيدا وصار الموضوع ما عم يفرق معوه وصار عم بيفكر بحاله وبحياته وانا بهمني الناس اللي بصلوا للنقطة هيدا خلينا نفجع بحب اقول شي كأني عم شوف يعني فيه من كون اللي متطلقين والشخص هيدا كأنه عم بيفكر يرجع للكون فهي احتمالي تكونش يشغلة في الموضوع هيدا بالايام الجاية للناس اللي متطلقين القراءة هيدا رح تبتدي من من اتنين وعشرين الى عشرين او زيادة شوي فالشهر اللي وراه يعني في نوينبير فيعني عم شوف الشغلة هيدا واردة عندي كتير رح نرجع لنكمل فمتل ما قلتلك وورقة الشمس كذلك قد تشير الى فرصة جديدة ستغير مسار حياتك يا برج السرطان لانه شايفة عندك فيه بداية جديدة وفيه تجاوز العراقيل كانت واقفة بطريقك رح تتجاوزها او كانت واقفة بالعلاقة يعني ممكن تكون شي عراقيل واجهتك يعني شغلات بالعلاقة هيدا يطعها لك ورقة السبن مع اني شايفة فيه ناس يعني بعضهم شايفاهم متعلقين يعني متل ما عم تشوفوا متعلقين بشغلة اه ممكن يكونوا متعلقين بشي حاضة من الماضي هيك او عم تشوف الموضوع هذا معقد وانا برجح الموضوع هذا اكتر هذا بيقلك الورق يا برج السرطان يدعوك الورق الى التفاؤل والاحساس بالثقة والشجاعة واتخاذ الخطوة التي التي يتطلب منك القيامة بها الان فكر في اللحظة هذه ما تفكر يعني بشغلات لسه جاية بطريقة فممكن الامور ستنقلب لصالحك واتخاذ يعني الخطوة التي سيتطلبها منك انجازها يعني اليوم يعني انجاز الامور وانهاء ما بدأت في عندي ابراج حاب اقولون بس منزة يعني كل الابراج صراحة موجودة بس عم شوف الطاقة الهوائية كثيرة طاقة الترابية طور عزراء البرج الثالث ميزان كذلك الميزان صراحة موجود معنا ميزانيات موجودة عندنا في برج القرص بالحمل والاسد الاسديون كذلك التوليون الجلي قلوني شوف. الجوزاء. صح الجوزاء موجود. الدلو. العقرب. صراحة كل الطاقات موجودة. حمل. الطور. الأسد. الميزان. الجدي. العضراء. الجوزاء. يعني فيه طاقات أكثر. ففي عندك يعني بداية جديدة مع شخص تشعر معه بالأمن والاستقرار. يعني لأني عم شوفك لأنك قادر على تخطي العقبات. ولكني يعني شايفة إنه الحبيب يعني متمسك يعني بموقفه. وبفكر فيك. فكأني شايفته أصبح بعد الشيء اللي صار أكثر حكمة واتزان.